دشنا سمو الشيخ منصور بن زايد آلنهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة الزورق بنياس بي 110 فئة كورفت الذي أنتجته مجموعة نافال الفرنسية ورفع سموه علم الدولة على سارية الزورق معلنا تدشينه الرسمي ودخوله الخدمة ضمن أسطول قواتنا البحرية حضر مراسم التدشين معالي الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي رئيس أركان القوات المسلحة واللواء الركن الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آلنهيان قائد القوات البحرية وقام سموه بعد ذلك بجولة تفقدية في مختلف أرجاء الزورق وتوقف عند غرفة القيادة والتحكم واستمع سموه من عدد من ضباط القوات البحرية إلى شرح واف حول مهام الزورق وتقنيات العالية التي تستخدم في هذه القطعة البحرية لتعزيز القدرات العملياتية للقوات البحرية في تنفيذ مهامها وواجباتها ترجمة نانسي قنقر